ما بينه المسؤول الأممي دليله بسيط بعد أن أثبتت له المنظمات الحقوقية بالعين مجردة وجود العبودية وجود المستعبدين يقول لا يوجد في السجون الموريتانية ولا مجرم واحد من مجرم العبودية وهذا الدليل على أن القانون غير مطبق هذه النقطة الأولى في التوصية هي أن يوصي الحكومة الموريتانية بتطبيق القوانين خاصة القانون المجرم من الاستعباد الذي هو القانون 031-2015 هذا القانون معطل لأنه لو كان معطل لكانت في السجون هناك 17 سجين في النعمة 22 سجين في كيفا 23 سجين في الأطار هذا عدد الملفات التي طرحتها المنظمات منظمة نجلة العبيد ومنظمة مشعة الحرية وهيئة الساحل على مستوى سيل بابي إلى آخره يعني هناك ملفات ومعه مع أن هناك ملفات لا وجود لمساجين لا وجود لمساجين بل لا وجود لأحكام ليست هناك أحكام ليست هناك لا تطلق أحكام وإذا وجدت أحكام لا تطبق وإذا طبقت فيكون ذلك تطبيق مؤقت جدا لأن الواحد يحكم عليه بعشر سنوات مع أن الحكم يجب أن يكون عشرين سنة وبعد أسبوع أو أسبوعين تتدخل القبيلة وكما وقع في قضية الشهلاوي تتدخل القبيلة وتضغط على الدولة وتحل الأمور بالطريقة التي تعرفونها إذن التوصية الأولى كانت يوصي الدولة الموريتانية بتطبيق القوانين بتطبيق القوانين هذه النقطة الأولى النقطة الثانية متعلقة بالحالة المدنية قال بأن الكثير من بحايا العبودية لا يتمتعون بحالة مدنية ليست لهم أوراق ثبوتية وأمامهم صعوبات كبيرة جدا 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 للحصول على هذه الأوراق الظبوتية سؤال مطروح لماذا؟ هذا موجود في كل الأماكن موجودة في أدواب في القرى النائية في حيث الفقر حيث العجز حيث محدودية الدخل تجد الناس إما لا يهتمون بالحالة المدنية وإما إذا اهتموا بها تضيع لهم الكثير من الوقت وهم فقراء ليس لهم وقت نضيعه وبالتالي طالب الحكومة بتسهيل ونحن من هذا المنبر نطالب الحكومة بتسهيل الإجراءات تسهيل الإجراءات وأن تكون مثل مثل أن تكون الحالة المدنية متوفرة كما توفرت حقا حقا كوفيد لماذا لا؟ أو كما توفرت هذا التلقيح الآن الذي يأتون به إلى البيوت لماذا لا يأتون إلى البيوت للبحث عن من ليست له حالة مدنية لحل المشكل له لأن المشكل يحتاج إلى هبة وطنية وأكثر من أربعين في المئة من الشعب الموريتاني ليست له أوراق دبوتي هذا شيء مؤسف وموجود وحقيقي وأكبر ضحايا فيه هم ضحايا ضحايا الاستعبال المسألة الثالثة وهي مطالبته بإنشاء صندوق لمؤازرة الضحايا صندوق وطني لمؤازرة الضحايا سيقول لبعضهم بأن هناك تآذر تآذر كانت كانت عندما كانت تضامن كانت لمحاربة محاربة الرق أو آثار الرق أخذنا أقلعنا عنها الرق وبعدناها وأصبحت لمحاربة الإقصاء جيد جدا الإقصاء ليس خاص بالإرقاء السابقين ولا الحاليين وإنما أصبح الأمر مائع جدا ومقر الأمم المتحدة عندما التقى مسؤوليت مسؤولي تآذر لم يكن راضي عن ما وجد لديهم لأنهم لا يحبون ولم يحبوا منهم الحديث عن العبودية ولا الحديث عن الحراطين ولا الحديث عن آثار العبودية بل أرادوا أن يفرضوا عليه أن يتحدث عن الفقر مما كلفه أن ينبههم أنه ليس مقرد من المتحدة مكلف بالفقر وإنما هو مكلف بمحاربة بآثار العبودية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر